السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سأتحدث عن أحد الطرق والوسائل المهمة التي ستجنبنا المشاكل التي شاهدناها في الحلقة الماضية وهو أداة أو وسيلة التي تمكننا من توصيل القواطع أو الفواصل التفاضلية أو القواطع الحلالية المغناطيسية بشكل جيد وآمن وهو المشطة التوصيل أجهزات الحماية الكهربائية كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل روابط الحلقات السابقة المرتبطة بالشرح هذه الحلقة أو الحلقات الأخرى ستجدونا في وصف هذا الفيديو أو في نهايته ولا تنسوا أيضا مشاهدة قوائم تشغيل والبودكاست المرتبط والمتخصصة حسب المواضيع على صفحات القناة لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم مش توصيل أجهزة الحماية الكهربائية هو عبارة عن وسيلة لتوزيع الكهرباء على مداخل أجهزة الحماية الكهربائية بشكل آمن وفيه نوع من الجمالية أيضا يتكون المشط من عدة أسنان نحاسية وعازل بلاستيكي قوي يكون هذا العازل بعدة ألوان المهم أن الألوان تشير إلى نوعية التوصيل يعني النيوترال سأستعمل الأزرق وهكذا حسن جداً يوفر لنا المشط عدة إيجابيات وحلول لبعض المشاكل الخطيرة التي ذكرتها في الحلقة الماضية مثلاً يمكننا المشط من توصيل مداخل كل أجهزة الحماية الكهربائية في وقت وجيز وسريع ثانياً كما قلت هو أكثر جمالية والجمالية تميزكم في لوحات الحماية الكهربائية عن باقي الكهربائيين وأهم شيء هو أن المشط أكثر أماناً من توصيل سلكين في مداخل أجهزة الحماية حتى نتفادى مشكل السخونة واحتراق أماكن التوصيل وثالثاً أيضاً سيجنبنا استعمال سلك موصل بمقطع أو سمك كبير أو غير مناسب لأن كل أنواع المشط لديها قدرة تحمل كبيرة لشدة الطيار ابتداء من 60 أمبير أو 80 وتصل حتى إلى 100 أمبير للمشط الواحد وأيضاً يتميز بعازل بلسيكي صلب وقوي يعني من إيجابيات كل الموزعات الكهربائية بصفة عامة بسبب صلابتي القوية وصلابة العازل تتحمل قيمة كبيرة من الأمبير أما الأسلاك بسبب مرونتها لتمريضها في الخراطم والقنوات تكون قدرة تحمل الأمبير أقل من الموزعات لذلك أعمل هذه الحلقة عليكم تجنب استعمال الأسلاك في التوزيع الكهربائي نيائياً نصيحة مني أيضاً من إيجابيات المشط هو ضمان عدم تواجد سلك مكسور أو ضعيف أو عدم متبت بشكل جيد بعدما تعرفنا على الإيجابيات ننتقل الآن إلى الخصائص أو أنواع أو ما هي الأنواع التي توجد في المشط هناك نوعين من المشط النوع الأول هو المشط الأفوقي لتثبيته في مداخل أجهزة الحماية الموضوع بشكل أفوقي والنوع الثاني هو مشط عمودي لتثبيته بين أجهزة الحماية التي تكون مرتبة على شكل عدة صفوف أفوقية واحد فوق الآخر وقد يستعمل النوع الثاني العمودي لتوصيل القواطع التفاضلية بكثرة قد تجدون في النوع العمودي أحياناً مرابط لتوصيل أسلاك التغذية المشط الثاني أو الثالث سيكون عمودياً أو المشط الثالث الذي سيكون أفقياً وهكذا يتم الجمع بينهم أحياناً بين مرابط أسلاك تكون ملحقات للمشط بالنسبة للمشط الأفوقي هناك مشط خاص بالقواطع الحرارية المغناطيسية والأحادية هناك مشط خاص بالقواطع الحرارية المغناطيسية المزدوجة وهناك مشط أيضاً ثلاثي الأطوار يتميز بكون يستطيع أن يمرر الثلاث فازات دفعة واحدة أو الثلاث فازات والنيوترال أما المشط العمودي فهناك نوعين فقط نوع لتوصيل الفاز والنيوترال والنسبة للتوصيل الثلاثة فاز وقد يكون نيترال أيضاً موجوداً في بعض الأنواع بعدما تكلمت عن الإيجابيات طبعاً ستكون هناك بعض السلبيات هذا أمر عادي في الحقيقة الشيء السلبي في المشط الكهربائي هو أنه عليك استعمال مشط مخصص لكل ألامة تجارية تستعملها مثلاً إذا استعملت أجهزة الحماية شنيدر فعليك تركيب مشط شنيدر وإذا استعملت أجهزة أبيبي فعليك استعمال مشط أبيبي المهم لكل علامة تجارية أو شركة لا بد أن يتتوافق أجهزة الحماية مع المشط لأنه إلى حدود الآن لا يوجد توحيد للمعايير بين الشركات بخصص المشط وكل الأجهزة تختلف من حيث العرض ومكان التوصيل والربط وقد تواجدون صعوبة في توصيل المشط لشركة مختلفة عن شركة أجهزة حماية كربائية أخرى هناك شيء سيبتاني في المشط وهو أن هناك بعض الماركات ستجد نفسك مرغماً على توصيل سنين للمشط مختلفين في جهاز واحد للحماية رغم أنه يتم تثبيته بشكل جيد إلا أن ذلك يتعارض مع ما قلناه في الحلقة الماضية يعني أنه في هذه الحالة سيبقى الخطر قائماً حتى وإن كانوا احتمال قليلاً باستعمال المشط بالنسبة للتوصيلات والنصائح هو أنه عليكم في بعض الأحيان قص الشريط ليتناسب مع عدد القواطع القليل لكن انتبهوا عليكم أولاً إزالة العازل وأخذ القياس وبعدها قوموا بالقص ويفضل قص العازل أكبر قليلاً عن المسافة التي قمتم بقصها في الشريط النحاسي حتى يغطي كل الأجزاء الموصلة للمشط الشيء الثاني هو أنه إذا أردتم ترك المشط كاملاً بدون قص ربما ستضطرون إلى تركيب بعض العوازل للحماية من الأسنان المكشوفة أظن أنه لا داعي لشرح الأمثلة لأنه شيء واضح وهناك العديد من الأمثلة على حسب كل الشركة بل وتوجد في نفس الشركة عدة أنواع من المشط أتمنى أن أقول قد ذكرت كل شيء عن المشط وإذا نسيتش أن أعتذر منكم حقاً تنسوا مشاهدة الحلقات التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله شكراً لكم